السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم مجددا في قنوات عين التعليمية درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان مقدمة في الأحماض والقواعد نظرية لويس نظرية لويس سنتعرف على الأهداف أنه تعرف أو كيف تعرف الأحماض والقواعد حسب نموذج لويس وكذلك كيف ترسم أشكال لويس في البداية أو سابقا تعرفنا على نظرية أرهينيوس والنظرية برونستدلوري وتعريفهم للأحماض والقواعد فمثلا أرهينيوس عرف الحمض على أنه مادة منتجة لمين للهيدروجين لأنه يحتوي أساسا للهيدروجين فمنتج لمين للهيدروجين تعريف القاعدة بحسب أرهينيوس بأنه منتج لأيون الهيدروكسيد اللي هو OH سالب بعد ذلك برونستدلوري في برونستدلوري ذكر بأن في تعريف الحمض هو مادة مانح المين لأيون الهيدروجين بينما تعريف القاعدة بحسب برونستدلوري أن هي المادة المستقبلة لمين لأيون الهيدروجين هذا بالنسبة لتعريف النماذج التي أخذناها سابقا في تعريف الأحماض والقواعد وهو نموذج أرهينيوس ونموذج برونستدلوري اليوم شاء الله سوف نتعرف على مين على نظرية لويس في البداية ما المقصود بكلمة زوج إلكتروني أخذت في كيميا 2 تقريبا وكيميا 1 زوج من إلكتروني بمعنى ما الذي سوف يفعله زوج من إلكتروني أو بمعنى صح ما المقصود بكلمة زوج إلكتروني معناته أنه إلكترونين مع بعض زوج معناته 2 مع بعض فكيف نربطهم من خلال نظرية لويس سوف نتعرف عليهم جميعا الآن إن شاء الله في البداية لويس عرف الحمض على أنه ماذا؟ على أنه مادة لديها قابلية لاستقبال إيش؟ زوج من إلكترون حين ذكرنا بأنه زوج من الإلكترونيات معناته إلكترونين مع بعض زوج من الإلكترونيات معناته إلكترونين مع بعض فالمادة التي تستقبل هذا الزوج من الإلكترونيات هي مادة نسميها مادة حمض أو هو الحمض بينما القاعدة حسب نظرية لويس هي المادة لديها قابلية لمنح زوج من الإلكترونيات مهم جدا أنك تعرف في الأحماض والقواعد العلاقة بينهم علاقة مترافقة بمعنى واحد يعطي واحد يستقبل فهنا الحمض مستقبل لمين؟ لزوج من الإلكترونيات طيب الاستقبال هذا من فين جاه؟ جاه من القاعدة من القاعدة ليش؟ لأن القاعدة لديها قابلية لمنح لمنح إيش؟ زوج من الإلكترونيات هذا المنح اللي موجود في القاعدة يأخذ مين؟ يستقبله اللي هو الحمض فالحمض بحسب نظرية لويس أنه هي المادة التي تستقبل زوج من الإلكترونيات بينما القاعدة حسب نظرية لويس مادة لديها قابلية لإيش؟ لمنح زوج من الإلكترونيات ملاحظة وهذا الملاحظة مهم منك تعرفها للتفريق ما بين نظرية لويس وإرهينيوس وبرونيستدلوري يعتبر نموذج لويس أكثر شمولية ليش؟ لأنه استطاع أن يفسر الأحماض والقواعد التي لا تحتوي على هيدروجين ذكرنا سابقا بأنه أرهينيوس في نظريته لديه بعض الحيود أو الشذوذ بمعنى أنه في بعض الذرات تحتوي على هيدروجين ولكن تصنف على أنها إيش؟ على أنها قاعدة أنت يا أرهينيوس صنفت الحمض على أنه يحتوي على إيش؟ على أنه يمنح إيش؟ يمنح آيون الهيدروجين بينما القاعدة يمنح إيش؟ آيون الهيدروكسيد فهنا عبارة عن آونيا اللي هو النتشي ثري يحتوي على الهيدروجين لكن للأسف أنه لما نجي نفاعله يسلك سلوك مين؟ يسلك سلوك القاعدة فهنا فسرها مين؟ فسرها نظرية لويس فبنستطيع أن نقول أنه يعتبر نموذج لويس هو النموذج الأشمل من الثلاثة نماذج الموجودة من خلال نماذج مين؟ نماذج تعريف الحمض والقاعدة قواعد هامة في نظرية لويس يعتبر الجزي أو الآيون قاعدة متى إذا كانت الذرة المركزية لديها أزواج حرة مثال H2O NH3BH3 هنا لو تجد تلاحظ مثلا الBH3 الBH3 تعال نشوف الB أخذنا فيه كيميا واحد اللي هو التوزيع الإلكتروني من خلال التوزيع الإلكتروني أقدر أتعرف على الإلكترونات المستوى الأخير اللي هي الإلكترونات التكافر من خلال الإلكترونات التكافر بعد ذلك نمثل بالتمثيل النقاطي اللي هو مين التمثيل النقاطي؟ تمثيل لويس تمثيل لويس لو أرجع للفسفور سأجد أن الإلكترونات التكافر في المستوى الأخير عندي كم؟ عندي خمسة فبيكون كالتالي تمثيل لويس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذن في هذه الحالة مدام أنه لديه عدد الإلكترونات تكافر أكثر هو بيكون الذرة المركزية هو بيكون الذرة المركزية ليش؟ لأنه هنا ذكر لك بأنه يعتبر الجزي أول أيام قاعدة إذا كانت الذرة المركزية لديها أزواج حرة هذا هو الزوج الحر هذا هو الزوج الحر مثل مين؟ H2 والNH3 والBH4 طبعاً الكلام اللي أقوله هنا يمطبق على الNH3 والH2O إذن في هذه الحالة هذا هو الزوج الحر هذا هو الزوج الحر طيب الثلاثة أزواج هذه الثلاثة ألكترونات هذه سوف تكون على شكل رابطة مع الهيدروجين سوف تكون رابطة مع الهيدروجين فهنا مدام أنه يحتوي على الزوج من الهيدروجين فإنه سوف يشارك سوف يعطي سوف يمنح سوف يمنح فإذن هنا نصنف على أنه إيش؟ على حسب نظرية لوس بأنه قاعدة بأنه قاعدة ليش؟ لأنه يحتوي على زوج من الالكترونات ويشارك أو يمنح فنصنف على أنه ماذا؟ نصنف على أنه قاعدة كذلك يعتبر الجزي أو الأيون حمر إذا كانت الذرة المركزية يوجد بها أقل من إيش؟ من ثمانية إلكترونات مثال مين؟ مثال البي سي ال ثري اللي هو البورون تعال نشوف البورون البورون لديه ثلاثة إلكترونات تكافر ثلاثة إلكترونات تكافر فهنا بيكون عندي سي أل وهنا بيكون عندي سي أل وهنا بيكون عندي هنا سي أل هل يحتوي على زوج من الالكترونات؟ لا لا يحتوي على زوج من الالكترونات وبالتالي هنا نصنف على أنه ماذا؟ نصنف على أنه حمف نصنف على أنه حمض بحسب نظرية مين؟ بحسب نظرية الوس فالوس نموذجه أو نظريته تقول بأن المادة التي تحتوي على زوج من الالكترونات ويشارك فيها هي قاعدة بينما المادة التي تستقبل زوج من الالكترونات أي بمعنى صح أنها لا تحتوي على زوج من الالكترونات هي حمض كذلك من القواعد الهامة بناء على الكلام الذي ذكرناه قبل قليل أن الأيونات الموجبة تعتبر أحماض الأيونات الموجبة في الجدول الدولي تكون على يسار الجدول الدولي المجموعة الأولى المجموعة الثانية وكذلك المجموعة 13 تكون أيونات موجبة وكذلك بعض من الأيونات الفلزات الانتقالية تعتبر أحماض تعتبر أحماض مثل مين؟ مثل السيو مثل الامجي موجب 2 وهنا موجب 2 والهيدروجين فهذه نصنفها على أنها إيش؟ نصنفها على أنها أحماض كذلك أن الأيونات أحادية الذرة السالبة تعتبر قواعد مثل مين؟ مثل السيئل والإف سالب والأو سالب إذن هنا لابد أن تعرف أن الأزواج الإلكترونية تتشكل من خلال الذرات المجموعة 15 والمجموعة 16 والمجموعة 17 في هذه الحالة هذه المجموعة 15 و 16 و 17 بما أن لديها الزوج من الإلكترونات فهي سوف تشارك فيه فهي سوف تصنف على أنها إيش؟ تصنف على أنها قاعدة ولو تجي ترجع للشحنات الموجودة للأيونات لهذه المجموعات ستجد أن المجموعة 15 سالب 3 المجموعة 16 سالب 2 والمجموعة 17 سالب 1 المجموعة 17 سالب 1 كذلك في الأيونات الموجبة تعتبر أحماض مثل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة 13 والمجموعات الفلزية هذه تكسبها إيش؟ تكسبها الشحنة الموجبة فهنا الشحنة الموجبة تصنف على أنها أحماض بينما السالبة تصنف على أنها قواعد السالبة تصنف على أنها قواعد مثل تعالي نشوف الـ H موجب زائد الـ F سالب سوف ينتج عندي إيش؟ سوف ينتج عندي H F لاحظ أن الـ H شحنة موجبة زائد الـ F دو شحنة سالبة بينتج عندي الـ H نبدأ خطوة وخطوة تعال أول شيء نوزع توزيع الإلكترون المين للذرات الموجودة عندي هنا فعندي هنا الـ Hydrogen الذي هو الإلكترون 1 و 1 S 1 بينما الفلور عندي هنا 1 S 2 2 S 2 2 B 5 فهنا من خلاله سأعرف إيش؟ سأعرف إلكترونات التكافر طيب لاحظ أنه عندي هنا لما تجي توزعهم لما تجي توزعهم الـ F ما دام أنه سالب معناته لديه إلكترون زيادة إلكترون زيادة هذا هو الإلكترون الزيادة شكل عندي على شكل إيش؟ زوج حر شكل عندي هو أساسا عنده سبعة إلكترونات فلما أضفت الإشارة الثالث تشكل عندي على شكل إيش؟ ثمانية حتى يحقق القاعدة الثمانية فهنا تشكل عندي على شكل زوج زوج حر هذا الزوج الحر بما أنه يملكه سوف يشارك فيه سوف يعطي مين؟ سوف يعطي الأيون مين؟ أيون الهيدروجين لأنه إيش؟ لأنه زي ما ذكرنا الشحن الموجبة تعطي المادة أو تكون المادة حمضية بحسب تعريف لوس ليش؟ لأنه تستقبل زوج من الإلكترونات لأنها تستقبل زوج من الإلكترونات فبالتالي يكون المعطي مين؟ المعطي هنا قاعدة فالمعطي هنا قاعدة وتشكل عندي أيون مين؟ أو يشكل عندي حمض الـ HF كذلك لو تلاحظ عندي هنا أن حمض لويس لأنه لديها قابلية لتقبل زوج من الإلكترونات ذكرنا بأنها إيش؟ حمض لويس أما بالنسبة لقاعدة لويس ليش ذكرنا بأنها قاعدة لويس؟ لأنه لديه أزواج حرة هذا الأزواج الحرة لديه قابلية لمنح الزوج الإلكتروني الحر فملخص لنظرية لويس بشكل بسيط أن المادة التي تحتوي على زوج من الإلكترونات وتعطي هي مادة إيش؟ قاعدية بينما المادة التي تستقبل الزوج الإلكتروني الحر هي عبارة عن إيش؟ مادة حمضية لو كان لدينا هذا المركب الـ BF3 زائداً NH3 بينتج عندي BF3 NH3 لاحظ أن البورون عندي هنا خمسة 1S2 2S2 2B1 بينما النيتروجين 1S2 2S2 2B3 لاحظ أن النيتروجين المستوى الأخير هنا نتكلم عن المستوى الأخير عندي هذا المستوى الأخير الذي يحتوي ثلاثة إلكترونات تكافر بينما النيتروجين المستوى الأخير له هذا يحتوي خمسة إلكترونات تكافر ومدام أنه ينتهي بالبي فإنه يكون في المجموعة 15 والمجموعة 15 ثلاثة أي عندها خمسة إلكترونات تكافر طيب حلو؟ نروح إلى بعده لاحظ عملية الارتباط كيف بتكون؟ ذكرنا بأن النيتروجين عنده خمسة إلكترونات تكافر هذه الإلكترون الأول وهذا الإلكترون الثاني وهذا الإلكترون الثالث شاركوا على شكل رابطة مع الهيدروجين تبقى عند الإلكترونين الحرين اللي هم هذولي اللي هو الإلكترونين الحرين الموجودين وين؟ على ذرة النيتروجين أعطوا مين؟ أعطوا البي F3 مدام أنه يحتوي على زوج من الإلكترون مدام أنه يحتوي على زوج من الإلكترون وأعطى إذن هنا يصنف على النقاعدة وهذا ما ذكره مين؟ هذا ما ذكره لويس ولم يستطع تفسيره مين؟ لم يستطع تفسير أرهينيوس أرهينيوس لما نجوه وقالوا على أنه مدام أنه يحتوي على هيدروجين إذن يحتوي يكون حمد بينما هنا لما أجي فاعل يسلك سلوك القاعدة ليش؟ ما عرف الإجابة مين اللي عرف الإجابة؟ اللي هو مين؟ اللي هو لوس فذكر بأنه السبب هنا يسلك سلوك القاعدة لأنه يحتوي على ماذا؟ يحتوي على زوج من الإلكترونات هذا الزوج من الإلكترونات سوف يشارك فيه ويعطي المادة الأخرى التي تكون على شكل حمد بينما هو يكون قاعدة بينما هو يكون قاعدة ليش هنا حمض لويس؟ لأن الذرة المركزية البي ينقصها إلكترونات وبالتالي لديها قابلية لتقبل زوج من الإلكترونات بينما القاعدة لويس لأن لديه زوج حر وبالتالي لديه قابلية لمنح هذا الزوج الحر لجل كده صنفنا على أنه قاعدة فيتم الارتباط بين الحمض والقاعدة مثل المركب الذي هو موجود أمامك حدد حمض وقاعدة لويس هنا عندي الأكسجين والكبريت الأكسجين والكبريت سوف نرسمهم بشكل مغاير اللي هو الأس أو ثري والأو سالب اثنين لاحظوا أنه عندي هنا الأو يحتوي على زوج من الإلكترونات فإنه سوف يمنح من؟ سوف يمنح الكبريت الموجود هنا مدام أن يحتوي على زوج من الإلكترونات فإنه هنا قاعدة لويس بينما هنا مدام أنه استقبل الزوج الحر فإنه هنا يصنف على أنه حمد لويس حمد لويس ليش هنا حمد لويس؟ لأنه لديه قابلية لتقبل زوج من الإلكترونات وهنا ليش قاعدة لويس؟ لأنه لديه القدرة لمنح مين؟ لمنح الزوج من الإلكترونات؟ لو كان لدينا المركب MgSO4 فيه سبع أيوانات من مين سبع مولات من الماء اللي هو كبريتات المغنيسيوم المائية كبريتات المغنيسيوم المائية اللي رمزه أو عفوا اللي اسمه الشائع ملح الأبسم ملح الأبسم في ملح الأبسم ينتج من تفاعل MgO مع SO3 فأهميته في تخفيف آلام العضام أو العضلات ثم يكون من أهميته مغذي للنباتات وكذلك يحقن MgO في مداخن ومحطات الكهرباء للتخلص من غاز SO3 الذي يكون حمض الكبريت الذي يسقط على الأرض على شكل مطر حمضي كذلك حمض الكربونيك ينتج من تفاعل H2O مع CO2 وأهميته في ماذا حمض الكربونيك فإنه تتحد جزيئات ثاني أكسيد الكربون مع الماء ليتكون حمض الكربونيك هذا الحمض الكربونيك يتسرب منه غاز ثاني أكسيد الكربون إلى أن يصل إلى الصخور الجيرية فيذوبها ببطء ليسبب ماذا؟ يسبب تكون الكهوف الضخمة تحت الأرض هذا بالنسبة لحمض الكربونيك كيف يتكون أو كيف ينتج وما هي أهميته قارن بين تعاريف الأحماض والقواعد حسب النماذج أخذنا الآن لويس وقبلها لوري برونستيد وقبلهم اللي هما أرهينيوس الآن نبقى نوصل لملخص الملخص لمين لهذه النماذج الثلاثة فأرهينيوس عرف الحمض بأنه مادة منتجة لأيون الهيدروجين بينما القاعدة بحسب نظرية أرهينيوس أنها مادة منتجة لأيون الهيدروكسيد بالنسبة لبرونستيد لوري عرف الحمض على أنه ماذا على أنه منتج أو عفوا ما نحلمين لأيون الهيدروجين بينما القاعدة بحسب برونستيد لوري مستقبل لمين مستقبل لأيون الهيدروجين وأخيرا في لويس لويس ذكر بأنه الحمض زي ما ذكرنا قبل شيء بأنه إيش أحسنتم يستقبل زوجا من الإلكترونات إذن هنا حمض لويس يستقبل زوج من الإلكترونات بينما تعريف القاعدة بحسب نموذج لويس بأنه المادة التي يمنح زوجا من الإلكترونات زوجا من الإلكترونات تقويم أكتب تركيب لويس لثالث كلوريد الفسفور اللي رمزه بي سي اللي ثري هل يعد البي سي اللي ثري حمض لويس أم قاعدة لويس أم غير ذلك إذن أول أكتب تركيب لويس أو وجد التوزيع الإلكتروني ثم حدد الإلكترونات التكافؤ بعد ذلك ارسم التمثيل النقاطي بعد التمثيل النقاطي تحدد ماذا تحدد شكل لويس وتركيب الذرة المركزية ما الذي سوف تكون هل تحتوي على إلكترون التكافؤ عفوا هل تحتوي على زوج إلكتروني حر أو لا تحتوي فأنت تحاول أنك تجاب على هذا السؤال من خلال الخطوات التي أخذناها في درس نظرية لويس للتعرف على الأحماض والقواعد الخلاصة نموذج لويس عرف الأحماض على أنها مواد تستقبل زوجا من الإلكترونات وحمض لويس لديه قابلية لتقبل زوج من الإلكترونات بينما القواعد في القواعد أنه مواد تمنح زوجا من الإلكترونات وما دام أنها تمنح زوجا من الإلكترونات فهنا تصنف على أنها قواعد لويس فبالتالي لديه أزواج حرة هذه الأزواج الحرة تكون غير رابطة أي غير مرتبطة وبالتالي لديه قابلية لمنح هذا الزوج الإلكتروني الحر إلى هنا انتهينا من نظرية لويس أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا للمشاهدة